اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفة في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن محمد حشيش سلام كابتن محمد سلام عزيزي الله يخليك الحمد لله تمام الحمد لله أولاً ألف مبروك طبعاً فوز النادي الأهلي بالدوري رقم 43 مبروك ليك وولية والجميع الأهلوية والمجلس الإدارة والجمهور واللعيبة وكل ما انتمئ للنادي الأهلي إنجازات عملة تتحقق خلال فترة قليلة زي ما انت قلت الخمسة خمس بطولات خمس بطولات سنة استثنائية وتاريخية فعلاً للنادي الأهلي وعايز أقول يعني احنا بنفخر فعلاً وأنا بفخر أن أنا بنتمي للنادي الأهلي كونت لعيب في النادي وحالياً دلوقتي من الجمهور وبعدين عضو جمعية عمومية قديم في النادي الأهلي لما شوف كمان الإنجازات دي مش هتكلم كمان بقى على بطولات فرقة الكرة اللي هي وجهة النادي لأنا هتكلم على إنجازات مجلس الإدارة خلال فترة اللي فاتت اللي هي عدة البرنامج الانتخابي احنا في حاجات ما كانتش متقالة في البرنامج الانتخابي اتفاجئنا بيها من يعني حد كان قال هنعمل مصيف للنادي الأهلي في مارينة في أحسن حتة في الساحل حاجة يعني جميلة أنا شخصي روحت يعني من الأسبوع اللي فات كنت هناك يعني بعد اللي افتتاح بحاجة بسيطة يعني حاجة جميلة جدا الناس اللي مثلا ما بتقدرش مثلا تروح مارينة تروح حتة بتغير حتى لو قعدة في حتة تانية راحها مصيف حاجة جميلة شعار النادي الأهلي موجود بلاش كبير مصغير خدمات على أعلى مستوى دي إضافة حاجة انت مجلس إدارة بيسعد ان هو ازاي يسعد الجميع العمومية هنتكلم على الفروع الفروع الكتير اللي معمولة دلوتي أربع فروع على أعلى مستوى أخيرها طبعا التجمع الخامس اللي حضرنا كلنا حاجة جميلة جدا جدا كمان بتريح جمهور النادي الأهلي يعني الناس بتوع التجمع اللي كانوا بيروحوا الجزيرة أو مدينة نصر لأ دلوقتي عندهم وعندهم حاجة محترمة وحاجة جميلة كل الحاجات المعمولة دي انجازات طبعا البطولات الأخرى غير كرة القدم انت في كل البطولات بتتفرج على فريق النادي الأهلي وعلى تشيرت النادي الأهلي سواء ان التشيرت ده بيلعب طايرة ولا هندبول ولا سلة ولا ألعاب فردية ولا تنس طولة ولا حاجات دي كلها انت قاد فرحان ان انت مكاسب مكاسب وانتصارات وبتوصل يعني بصراحة الواحد مبسوط وفرحان انه كمان يعني ساهم واندى صوته لمجلس الإدارة دي في الانتخابات اللي فاتت عشان يحقق الكلام اللي أكتر من طموحاتنا ولسه ان شاء الله بإذن الله المزيد يعني فألف مبروك للنادي ومنحق الناس كلها تفرح آه الدور لسه ما انتهاش بس احنا رسمي أبطال الدور الثلاثة واربعين الناس كلها تفرح وتبعد عن بقى طبعا الحاجات شايفك في الانترو بتتكلم على الناس التانية اللي بتتكلم وبتحاول تخش في موضوع تانية انت شاغل نفسك بيا ليه انت شاغل نفسك بيا ليه بما تشوف انت التعقدات اللي انت هتعملها أو مش هتعملها انت ملك بالتعقدات بتاعتي خليك انت في نفسك سيب كل واحد يعمل التعقدات اللي هو لو انت قادر اعمل زي وتعلم زي ما انت قولت تعالى اتعلم مني تعالى شو مش عيب ان انا اتعلم من اسلام حاجة اخد منه حاجة واخد من فلاني فلاني حاجة تانية اتعلمها وبقى كويس ده لو انا عايزة بقى كويس انما انت وصلت نفسك يعني لما نجي نتكلم هاجل الكلام ده الغد ما نتكلم بقى على مدش الاهل وزمالك يعني السؤال اللي جاي لا لسه الخمس بطولات اللي خدهم النادي الاهلي هذا المسم اعتقد الجهاز الفني مع مساندة ادارة الكورة ومجلس الادارة كان لهم دور كبير في هذا الامر اولا بداية من برضو القرار بتاع مجلس الادارة اللي هو اللعب بالناشئين السنة اللي فاتت لان النادي الاهلي لقى ان هو مش قادر يدي فرصة للعيبة بتاعته المجهدة والمنهكة خلال تلاحق المباريات انه قادر يعمل حاجة فالحل اللي وصل ليه وكان حل سليم وفي وقته ان انت بتدي راحة للعيبة بتلعب بالناشئين عشان توصل للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي الخمس مطلط ان انت راحة اللعيبة وبقت فترة اعدادة على اساس كمان اختيار الجهاز الفني واختيار كولر اشتركوا في القناة